الكتاب الذي بين يدي بصائر الدرجات لشيخنا الصفار لشيخنا أبي جعفر الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري الصفار توفي سنة 290 للهجرة في زمان الغيبة الأولى وهذا الكتاب من كتبنا الأصلية العظيمة هذه الطبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان صفحة 375 الحديث الرابع من الباب الثالث عشر وهذا الباب الثالث عشر هو من الجزء الثامن فالكتاب مقسم إلى أجزاء والأجزاء مقسمة إلى أبواب الحديث الرابع من الباب الثالث عشر من الجزء الثامن صفحة 375 بسنده عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه قال سألته عن قول الله عز وجل وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض جابر الجعفي يسأل الإمام الباقرة عن هذه الآية عن قول الله عز وجل وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض قال فكنت مطرقا إلى الأرض جابر الجعفي يقول كنت مطرقا إلى الأرض وأنا أسأل الإمام هذا السؤال فرفع يده إلى فوق ثم قال لي ارفع رأسك فرفعت رأسي فنظرت إلى السقف إلى سقف المكان إلى سقف المنزل إنه منزل إمامنا الباقر فنظرت إلى السقف قد انفجر لم يبقى له أثار حتى خلص بصري إلى نور صاطع حار بصري دونه حار بصري دونه لم أستطع أن أواصل النظر إليه قال ثم قال لي رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض هكذا مثلما رأيت ما رأيت أنت وسيلة إضاح من الإمام الباقري لحامل أسرار أهل البيت لجابر الجعفي أقرأوا مرة أخرى ما قرأته من هذه الرواية الرواية طويلة جابر يقول جابر الجعفي يقول سألت الباقرة صلوات الله وسلامه عليه عن قول الله عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض قال فكنت مطرقا إلى الأرض فرفع يده إلى فوق ثم قال لي ارفع رأسك فرفعت رأسي فنظرت إلى السقف قد انفجر حتى خلص بصري إلى نور ساطع حار بصري دونه قال ثم قال لي رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض هكذا ثم قال لي أطرق فأطرقت ثم قال لي ارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا السقف على حاله قال ثم أخذ بيدي وقام وأخرجني من البيت الذي كنت فيه من البيت من الحجرة فهذا الاستعمال كان شائعا يعبرون عن الغرفة بالبيت فإن الرجل يكون في داره بيوت بيوت يعني غرف مثل ما يقال عن دار النبي فيقال هذا بيت عائشة غرفتها وهذا بيت فاطمة غرفة فاطمة وهذا بيت أم سلم غرفة أم سلم فالبيوت غرف ثم أخذ بيدي وقام وأخرجني من البيت الذي كنت فيه وأدخلني وأدخلني بيتا آخر فخلع ثيابه التي كانت عليه الإمام الباقر خلع ثيابه التي كانت عليه ولبس ثيابا غيرها هذه ثياب خاصة ثم قال لي غض بصرك فغضت بصري وقال لي لا تفتح عينيك فلبثت ساعة ثم قال لي أتدري أين أنت قلت لا جعلت في ذاك فقال لي أنت في الظلمة التي سلكها ذو القرنين إنه انتقال مباشر من دون الوسائل النقلية إلا أن الذي يلفت النظر أن الإمام الباقر بدل ثيابه جابر هل بدل ثيابه الرواية ما ذكرت ربما أعطاه الإمام ثيابا وربما كما هو ظاهر الرواية فإن الإمام تصرف فيه تصرف في أحواله غير أحواله بحيث لا يكون محتاجا لثياب وارتبط حاله بحال الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا كله من أي مقام من المقام البشري المقيت فهنا أسباب هذه الثياب نوع سبب من الأسباب وإن كان الانتقال من دون وسائل هذا هو الانتقال الذي يبحثون عن انتقال يشابهه في الأرض علماء الفيزياء يبحثون عن هذا الانتقال أن تنتقل الأجسام من دون وسائل الانتقال لكنهم ما وصلوا إليه لحد الآن قطعا هذا الانتقال يختلف اختلافا كبيرا الطاقة هنا طاقة علوية لا هي كهربائية ولا هي ضوئية ولا هي كهراطيسية كما يسمونها كهراطيسية كهراطيسية قولوا ما شئتم هذه طاقة علوية كنت مع الأنبياء باطنا طاقة الأنبياء منه كنت مع رسول الله ظاهران وهو مع الأئمة باطنا وظاهران صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مع رسول الله ظاهرا لأن باطنا رسول الله علي وأنفسه فهو معه ظاهرا وباطنا فهذه طاقة علوية لا شأن لنا بالحديث عن أسرارها لماذا لأننا لا نعرف شيئا عنها ولا نعرف شيئا منها ثم أخذ بيدي جابر الجعف يقول ثم أخذ بيدي وقام وأخرجني من البيت الذي كنت فيه وأدخلني بيتا آخر فخلع ثيابه التي كانت عليه ولبس ثيابا غيرها وربما فحل الإمام هذا ليصل الكلام إلي وإليكم حتى نحتج بهذا بهذا المضمون من أن ثياب الدنيا ثياب الأرض لن تكون مناسبة للفضاء من أين جاءت هذه المعلومة الرواية صحيحة الرواية صادقة هذه التفاصيل تصدر عن الأئمة لحكمة منهم وإلا فإن الإمام ليس محتاجا لهذا إلا إذا أراد أن يتصرف وفقا للمقام البشري المقيد فإذا كان كذلك فلماذا لم يعطي ثيابا لجابر صحيح فإن الإمام يتصرف في جابر ويمنح جابرا القدرة على أن يصعد في الفضاء بهذه الطريقة العجيبة الغريبة جابر يقول ثم أخذ بيدي وقام وأخرجني من البيت الذي كنت فيه وأدخلني بيتا آخر فخلع ثيابه التي كانت عليه ولبس ثيابا غيرها ثم قال لي غض بصرك فغضت بصري وقال لي لا تفتح عينيك إنها الطاقة العلوية الهائلة وقال لي لا تفتح عينيك فلبثت ساعة ثم قال لي أتدري أين أنت قلت لا جعلت في ذاك فقال لي أنت في الظلمة التي سلكها ذو القرنين فذو القرنين من شيعتهم وجابر من شيعتهم كما أن الخضر من شيعتهم الخضر خادم للحجة ابن الحسن فقال فقال لي أنت في الظلمة التي سلك هذه القرنين فقلت له جعلت في ذاك أتأذن لي أن أفتح عينيك فقال لي افتح فإنك لا ترى شيئا ففتحت عينيك فإذا أنا في ظلمة لا أبصر فيها موضع قدمي مطبوع هنا ثم صار والنسخة الصحيحة ثم سار في بحار الأنوار حين نقل عن النسخ التي كانت في زمان المجلس والمجلسي توفي سنة 1110 1111 للهجرة النسخة التي نقل عنها المجلس في البحار ثم سار وهو الأليق ثم سار قليلا ووقف فقال لي هل تدري أين أنت قلت لا قال أنت واقف على عين الحياة التي شرب منها الخضر وخرجنا من ذلك العالم إلى عالم آخر فسلكنا فيه فرأينا كهيئة عالمنا كهيئة عالم الأرض في بنائه ومساكنه وأهله حدثتكم عن هذه المضامين من أن في كوننا الفسيح عوالم وعوالم منها ما يشبه عالمنا ومنها ما لا يشبه عالمنا منها ما هو دون حضارتنا الأرضية ومنها ما هو فوق حضارتنا الأرضية بكثير ومنها ما هو متخلف كالذين رآهم ذو القرنين في مسيرته الفضائية الذين ليس لهم من ستر فيما بينهم وبين الشمس الذين حبسهم في ردمه العظيم إنهم أقوام يأجوج ومأجوج مر الحديث عن هذا لا أريد أن أكرره الإمام سار في مسار ذي القرنين كي يعرف جابرا ما جرى في مسيرة ذي القرنين وكي تصل الحقائق إلينا كي ينقلها لنا جابر ولكنه ذهب به إلى جهات ما وصل إليها ذو القرنين وخرجنا من ذلك العالم إلى عالم آخر فسلكنا فيه فرأينا كهيئة عالمنا في بنائه ومساكنه وأهله تلاحظون أن جابرا يحدثنا عن انتقالهم من دون وسائل هذا هو الانتقال المباشر عبر الطاقة العلوية فرأينا كهيئة عالمنا في بنائه ومساكنه وأهله حتى في قطانه وسكانه ثم خرجنا إلى عالم ثالث كهيئة الأول والثاني حتى وردنا خمسة عوالم قال ثم قال قال إمامنا الباقر هذه ملكوت الأرض ولم يرها إبراهيم إبراهيم حينما كشف له عن الملكوت كشف عن جانب من الملكوت فهذا جزع من ملكوت الأرض لم يره إبراهيم ثم قال هذه ملكوت الأرض ولم يرها إبراهيم وإنما رأى ملكوت السماوات وهي إثنى عشر عالما كل عالم كهيئة ما رأيت كلما مضى منا إمام سكن أحد هذه العوالم حتى يكون آخرهم القائم في عالمنا الذي نحن ساكنوه في عالمنا الذي نحن ساكنوه في العالم الأرضي لماذا لأن الأرض هي العاصمة وأرض فيها الإمام هم يقولون إمام الأرضي هذا ما هو كلامي هذا كلامهم في أحاديثهم وأرض فيها الإمام إمام الأرضي تلاحظون قوة المنطق ودقة السبك وجودة النظام وجمال الاتساق ما بين ما مر من آيات وروايات في الدولة السليمانية وما مر من آيات وروايات وحديث عن أمير المؤمنين في شأن ذي القرنين وما قرأت عليكم من رواية عن الرحلة الفضائية التي قادها أمير المؤمنين وحدثنا السلمان عنها وأخبرنا من أنهم قد رأوا الأرض حين عادوا إليها من بعيد كالدرعام سلام على سلمان سلام على جابر الجعفي سلام على أولئك المخلصين المخلصين الذين أخلصوا لمحمد وآل محمد فكانوا حملة لأسرارهم وكانوا منجما لعلومهم وكانوا حملة لأحاديثهم فمن حديث سلمان في الحلقة الماضية إلى حديث جابر رضوان الله تعالى عليهم ولعنة على منهج حوزة النجاف لعنة على منهج المراجع المرجئة البترية هذا الكتاب ضعيف عند هؤلاء الزفلة عند سفلة الشيعان ضعيف وهذه الروايات ضعيفة الأسانيد لعنة على منهجهم الخبيث القذر هكذا ضللوا أجدادنا وآباءنا حوزة الطوسي منذ أن أسست سنة 448 وهي تبعد الشيعة عن محمد وآل محمد لقد أركستهم في قذارات النواصب وجاءتهم بعقائد الضلال بعقيدة الأشاعرة والمعتزلة بعقيدة أصول الدين الخمسة التي تناقض القرآن ويحكم القرآن بكفرها في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة التي جعلت الإمام أصل الأصول جعلته أصلا واحدا للدين ألا لعنة على علم الكلام الطوسي الحوزوي النجفي الخوعي السيستاني إلى سائر بقية المراجع من الأموات والأحياء ومن المراجع البترية القادمين بعد موت السيستاني أعود إلى الرواية الشريفة الإمام الباقر يقول وإنما رأى إبراهيم ملكوت السماوات وهي إثنى عشر عالما كل عالم كهيئة ما رأيت كلما مضى منا إمام سكن أحد هذه العوالم حتى يكون آخرهم القائم في عالمنا الذي نحن ساكنوا قال ثم قال غض بصرك فغضت بصري ثم أخذ بيدي فإذا نحن بالبيت الذي خرجنا منه فنزع تلك الثياب ولبس الثياب التي كانت عليه وعدنا إلى مجلسنا فقلت جعلت في داك كم مضى من النهار قال الباقر ثلاث ساعات الروايات وفيرة وكثيرة في هذه المضامين لكنني لا أجد وقتا لقراءتها فماذا سأصنع لهذا الوقت ووقت الحلقة صار طويلا صار طويلا هذا تجل من تجليات المقام البشر المقيد المقام البشر المطلق أسمى من كل ذلك خلاصة القول خلاصة القول المشروع المهدوي الأعظم سيتجلى فيه المقام البشري المقيد في أسمى صوره ويتجلى فيه المقام البشري المطلق يتجلى بنحو لم يكن قد تجلى منذ زمان رسول الله وإلى زمان الظهور الشريف هذه عظمة المشروع المهدوي وهذا هو سر عنواننا المشروع المهدوي ما بين ما بين التعظيم والتقزيم لا زال الحديث متواصلا ما استطعت أن أكمل حديثي نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة القائم صلوات الله وسلامه عليه وعلى مودة القيمة فاطمة إنها إمام القائم وأسوته مثل ما يقول إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه نحن إنهم الأئمة من المجتبى إلى القائم نحن حجج الله على الخلق وفاطمة أمنا من المجتبى إلى القائم حجة علينا صلوات على فاطمة يا زهراء سألكم الدعاء جميعا في أمان الله